موسيقى الكشف عن خلية دعشية في النمسا يؤدي لإلغاء حفل لمغنية أمريكية السجن الطويل للسوريين أحرق محل حلاقة عمدا طمعا بالتأمين الداخلية تعلن عن ترحيل 6553 شخصا في النصف الأول للعام 2024 نمساوي يعدم شركته في مستشفى ثم ينتحر أمام المرضى اعتقال طالب لجوء صومالي اغتصب فتاة في محطة قطار وأنمسا الخامسة في الإنفاق على البحوث والتطوير في أوروبا مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم رفعت السلطات النمساوية درجة التأهب بعد اعتقال اثنين من عناصر تنظيم داعش كانوا يخططون لهجوم على حفل موسيقي للمطربة تايلور سويفت استادي بينا الرياضي مما أدى إلى إلغاء الحفلات الثلاثة المقررة وكان أحد المتهمين شاب يبلغ من العمر 19 عاما من النمسا السفلة من أصول مقدونية وطنع بوة ناسفة وكان ينوي تفجير نفسه أمام الملعب كما اعتقل متهمين آخران أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما والآخر 15 عاما من أصول تركية وقد اعترف المتهم مما دفع المستشار النمساوي كارني هاما لقطع إجازته الصيفية لمتابعة التحقيقات وأعربت سفيرة الولايات المتحدة في فيينا فيكتوريا كينيدي عن دعمها لمشجع تايلور سويفت مشيدة بجهود السلطات النمساوية حكمت محكمة لوبين في اشتايا ماركب الساجني لمداد طويلة على سوليين بتهمة الحرق العمد لمحل حلاقة الخاص بهم ومحاولة القتل ويتهم الرجلان البالغان من العمر 39 عاما وتسعة عشر عاما بإشعال حريقا في الطابق الأرضي لعمارة سكنية في مدينة لينز بما في ذلك صالون حلاقة حيث استخدم المتهمان مواد حارقة بدفع الحصول على مبلغ تأمين قدره 30 ألف يورو وأصفر الحريق عن انفجار هائل وأضرار تقدر بنحو 800 ألف يورو ونجت عائلة مكونة من ثمانية أفراد عبر تحتيم جدار وحكم بالسجن 12 عاما على الشاب الأصغر وثمانية عشر عاما على الأكبر حيث اعتبر العقل المدبر والحكم ليس نهائيا أعلن وزير الداخلية النمساوي جرهد كارنو أن عمليات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين ومرفوض اللجوء بلغت 6553 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري وأضاف أن النمسا ستواصل مقافحة الاتجار بالبشر مع التركيز على تعزيز استراتيجيات مقافحة تهريب البشر وإساءة استخدام اللجوء وفي العام الماضي سجلت الداخلية 12900 حالة ترحيل وهو أعلى عدد منذ تأسيس مكتب الهجرة واللجوء وأشار الوزير إلى أن عمليات الترحيل هذا العام زادت بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي مع ترحيل 3080 شخصا طوعية و3473 قصرا وكان 44% من المرحلين قصرا قد أدينوا بجرائم جنائية قام نمساوي المسن بإطلاق النار على شركته البالغة من العمر 86 عاما في مستشفى الحي العاشر فيينا أمام الناس ثم أطلق النار على نفسه وتوفي على الفور وجهد المستشفى حالة من الذعر بعد الجريمة المروعة حيث أطلق رجل النار على شركته في قسم الأعصاب بالمستشفى وذلك أمام المرضى وتقوم السلطات حاليا بمعالجة الوضع وقد وصل فريق التدخل في الأزمات إلى موقع الحادث وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الحادث قد يكون نتيجة فعل يائس من مرض الشركة خاصة وأن المرأة كانت تعاني من مرض خطير وقد وقع الحادث في وسط القسم مع وجود العديد من الشهود احتقلت الشرطة النمسوية شابا يبلغ من العمر 17 عاما وهو طالب لجوء صومالي بعد اعتدائه على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في محطة قطار لانجلستورف بالنمسا السفلة وتم القبض على الشاب ونقله إلى السيجن كرومبرغ لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات خلال التحقيقات ووقع الاحتداء يوم الاثنين حوالي الساعة 11 والنصف مساء حيث التقى الشاب بالفتاة بالصدفة في المحطة وقام بتثبيتها على الأرض وأجبرها على القيام بأعمال جنسية وبعد الحادث قدمت الفتاة بلاغا للشرطة وتم التعرف على المتهم بفضل تجزيلات الفيديو احتلت النمسا المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي في تصنيف الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية يوروشتات وسجل النصيب الفرد من الإنفاق على البحث والتطوير في النمسا نحو 459 يورو سنويا مع زيادة في النفقات من 3.6 مليار يورو في 2022 إلى 4.17 مليار يورو في 2023 وتصدرت لوكسبورغ القائمة بقيمة 647 يورو للفرد وتدعم مكالة التمويل النمساوية FFG البحوث والابتكار من خلال تمويل مشروعات بحثية وتطوير استراتيجيات سياسة البحث والتعاون البحثي في التكنولوجيات الحديثة على مستوى أوروبا وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثين السلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر